إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن مرتلا ترتيلا ووعد من قرأه وعمل به ثوابا جزيلا والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد المستعلي على من استطال من أهل الضلالة والعناد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا منهجه القويم من عرفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان فهمسوا الحاء وجهروا بالجيم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وعلى كل من قرأ القرآن من الأئمة الأمجاد وبعد إمامة القرآن في ذا العصر بلا منازع لأهل مصر بل هم أئمة العصور السابقة من عهد ورش للشيوخ اللاحقة بيدهم أزمة المقارئ ينوب منهم قارئ عن قارئ وكان ورش شيخهم عن نافع أخذ ما قد بث في المجامع فانتشرت في سائر البلدان رواية المصري للقرآن وأحكموها أيما إحكام لاسيما في المغرب الإسلام من طرق قد انتمت للأزرق والأصبهاني ونجل العتق هذا وإن أفضل الأعمال تعليمك القرآن للأجيال وكيف لا وهو كتاب الله وفضله ليس له تناهي هو الهدى والنور والفرقان والذكر والرحمة والبيان يا فوز من به مدى الحياة مدى اشتغاله إلى الممات يا فوز من به إلى الممات كان اشتغاله مدى الحياة معلما أو متعلما له لله ذاك العمر ما أجله أرحب بكم أحبتي أجمل ترحيب ويتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج مقرأ ورش الذي يأتيكم عبر بث قناتي زاد والرسالة أسأل الله تعالى أن يوفقهما لكل خير هذا البرنامج نتناول فيه رواية ورش من طريق الأزرق أصولا وفرشا كراءة وتعليما وتصحيحا نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين أيها المشاهد الكريم تكلمنا في حلقة الأمس عن الهمزتين من كلمتين تكلمنا عن الضرب الأول وهو متفق الحركة وحديثنا في هذه الحلقة عن مختلف الحركة الهمزتان مختلفة الحركة على خمس صور والقسمة العقلية تقتضي أن تكون ستة لأن الأولى تأتي مفتوحة والثانية مكسورة والأولى تأتي مفتوحة والثانية مضمومة أما المفتوحة مع المفتوحة فمن القسم الأول وأيضا المكسورة تأتي الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وتأتي الأولى مكسورة والثانية مضمومة وهذه الصورة لم تقع في القرآن بلفظها وإن وقعت بمعناها أما المكسورة مع المكسورة فمن الضرب أو القسم الأول من المتفقتين وأيضا تأتي الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وتأتي الأولى مضمومة والثانية مكسورة أما المضمومة مع المضمومة فهذا من الضرب الأول وهو متفق الحركة الصورة الأولى من الصور الخمس التي وردت في التنزيل المفتوحة مع المكسورة كما في قوله تعالى شهداء آهذ وهذا أول موضع لها في القرآن تفي آهلا هنا جاءت همزتان من كلمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ما حكم هذه الصورة؟ حكمها تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية بينها وبين الياء نقرأها شهداء آهذ هكذا تفي آهلا الصورة الثانية أن تأتي الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وقد جاء ذلك في قوله تعالى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه في صورة المؤمنون هنا جاءت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة ما حكم هذه الصورة؟ حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بينها وبين الوو نقول جاء أمة الرسولها جاء أمة الرسولها كذبوه الصورة الثالثة أن تأتي الأولى مضمومة والثانية مفتوحة كما في قوله تعالى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم هنا جاءت الهمزة الأولى نشاء مضمومة والثانية أصبناهم مفتوحة ما حكم هذه الصورة؟ حكمها إبدال الثانية واوا متحركة بحركة الهمزة فنقول نشاء وصبناهم نشاء و ليس نشاء أ نبدل الهمزة واوا نشاء وصبناهم الصورة الرابعة أن تأتي الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة كما في مثل قوله من السماء آية من السماء آ لاحظ الأولى مكسورة والثانية مضمومة والثانية مفتوحة ما حكم هذه الصورة؟ حكمها إبدال الهمزة الثانية ياء متحركة بحركة الهمزة نحقق الأولى ونبدل الثانية ياء متحركة بحركة الهمزة فنقول من السمائية 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 ليس السمائية من السمائية الصورة الخامسة أن تأتي الأولى مضمومة والثانية مكسورة كما في مثل قوله يشاء إلى هنا في هذه الصورة لنا وجهان لنا وجهان إما أن نبدل الهمزة الثانية واوا متحركة بحركة الهمزة أي مكسورة فنقول يشاء ولا هكذا يشاء ولا وإما أن نسهل الهمزة الثانية بينها وبينه الياء يشاء ولا نلاحظ في هذه الصور الخمس أننا حققنا الهمزة الأولى والتغيير إنما كان في الهمزة الثانية الثانية إذن خلاصة ما ذكرنا أن الهمزة المفتوحة مع المكسورة تسحل فيها الهمزة الثانية وأن الهمزة المفتوحة مع المضمومة تسحل فيها أيضا الهمزة الثانية وأن المضمومة مع المفتوحة تبدل فيها الثانية واوا وأن المكسورة مع المفتوحة تبدل الثانية فيها ياء وأن المضمومة مع المكسورة فيها وجهان في هذه الصورة وجهان تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها واوا والإبدال هو المقدم في الأداء وهنا تنبيه التغيير في الهمزة الثانية في هذه الصور وكذلك في المتفقتين إنما هو في حالة وصل الهمزة الأولى بالثانية فإذا وقفنا على الهمزة الأولى حققنا الثانية لا نسهل ولا نبدل فإذا مثلا قلنا أم كنتم شهداء إذ وقفنا على كلمة شهداء عند الابتداء نقول إذ إذ حضر يعقوب الموت نحقق الهمزة الثانية مثلا أيضا اللو نشاء وصبناهم إذا وقفنا على نشاء حققنا الهمزة الثانية عند الابتداء نقول اللو نشاء أصبناهم وهكذا بقي عندنا الصورة التي كنا عنها لم ترد في القرآن بلفظها وإنما وردت بمعناها وهي أن تأتي الأولى مكسورة والثانية مضمومة وهذه لم تقع لفظا في القرآن وقعت معنا في قوله تعالى ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن وجد عليه أي على الماء فلو فرضنا أن كلمة الماء موجودة هنا وجد على الماء صار عندنا همزة مكسورة بعدها همزة مضمومة فهذه الصورة وقعت بالمعنى ولم تقع باللفظ ولو وقعت باللفظ لا وجب التغيير في الهمزة الثانية ونستكمل حديثنا حول فقرات هذه الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى فابقوا معنا وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ووردت بمعنى الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة أي تذكر بعد زمن ووردت بمعنى جماعة كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووردت بمعنى الملة والدين ووردت بمعنى الملة والدين كما في قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ حياكم الله أحبتي جاء الآن دور التلاوة وسنتلو إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من الآية الثامنة والخمسين من سورة يوسف نفتح مصاحفنا ونتابع لنلاحظ الفرق بين رواية ورش وغيرها من الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَاءَ يِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنَ بِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قالوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ لَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم أحبة الكرام جاء في تلاوة اليوم قولوا تعالى وجاء وهنا صورة من الصور التي ذكرناها للهمزتين المختلفتين جاءت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة كما في شهداء هذ كما قلنا هنا تحقق الهمزة الأولى وتسهل الثانية بينها وبين ليأكلنا حقيقة التسهيل ليس إبدال الهمزة هاء لأن هذه لغة من لغة العرب وإنما جعلوا الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها فأقول وجاء هخوة يوسف ليس وجاء هخوة بالها ليس هكذا هذا ليس بصحيح أيضا قوله تعالى منكرون ترقيق الراء وهنا قوله تعالى قالاتوني نلاحظنا الهمزة الساكنة في كلمة قالاتوني من الهمزة المفرد وهي فائل كلمة فهنا نبدل الهمزة ونلاحظ أننا أبدلناها ألفا قلنا قالاتوني وفي تلاوة الأمس وقال الملكوتوني أبدلنا واوا لأن الهمزة قبلها مضموم وقال الملكوتوني أما هنا نقول قالاتوني بألف يصير في اللفظ ألف بين اللام والت قالاتوني وهذه ألف الإبدال أيضا من أبيكم النقل أني فتح اليأف الوصل أوفي وهنا تثليث البدل لورش وأنا خير ترقيق الراء فإن لم تاتوني كذلك الإبدال وقال لفتيته لفتيته جمع قلة والقراء الأخرى وقال لفتيانه قرأ ورش وقال لفتيته أيضا قوله تعالى قوله تعالى هلا منكم النقل مع البدل وهنا بدل مغير بالنقل في التسليث أيضا في التسليث فالله خير ترقيق الراء خير حفظا فالله خير حفظا عند ورش وفي القراءة الأخرى وفي القراءة الأخرى حافظا اسم فاعل أيضا هنا قوله ردة ليهم النقل وأيضا ردة لينا ونمير الترقيق وأيضا قوله تعالى لنرسله توتون لتاتنني به آتوه التسليث البدل في آتوه والآن مع فقرة المشاركات والمشاركة الأولى في هذه الحلقة من علي السيد من مصر نسمع من أخينا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجْهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنْ يَأُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا خانا نكتل وإنا له لحافظون نعم بارك الله فيك أخي علي يعني تحقيق أو إتمام الحركات شيء مهم في تلاوة القرآن الكريم يعني هنا في قوله بي جاهازهم بي جاء جاء افتح فمك مع الجيم الجيم مفتوحة أيضا راجعوا 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 اللسان يكسر أحيانا عن إتمام الحركة فالقارئ ينتبه معنا خانا هنا الهمزة لم تتضح بعد المد ولهذا يعني المد في حرف المد قيل مدة حرف المد لأجل الهمزة بعده فأحيانا القارئ لا ينتبه بعد المد تكون يعني يكون نطق للهمزة غير واضح معنا خانا لا معنا أخانا معنا أ معنا أ يعني تلاحظ هنا أن الهمزة محققة وواضحة أيضا معنا منذر أخي منذر تفضل السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أخي منذر قل فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالوا أتوني بأخ لكم من أبيكم قالوا ولا قالا قالوا أتوني بأخ لكم لا افتح اللام قال لا قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون هائذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين أحسنت أخي منذر بارك الله فيك قال هل آمنكم آمنوا يعني ضمت الميم يعني حقك ضمت الميم فالله خير حفظ يعني الألفاء تحتاج إلى شيء من الهمس حفظ وظن بارك الله فيك أيضا معنا بلال بلال من الجزائر نسمع بلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنَ بِيْهُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتِيَتِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اَنْقَلَبُوا إِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ حسبونا بالنسبة لبلال نعلق على التلاوة بعد هذا الاتصال اتصال من شعيب تفضل أخي شعيب أليس أي تفضل أعوذ أسمعك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ يسبح يسبح اقرأ يا شعيب قل هو الله أحد قل هو الله أحد أنا لا أسمعه أنا أسمعه كمل قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد بارك الله فيك يا شعيب بارك الله فيك أحسنت أيضا معنا عبد الكبير نسمع عبد الكبير من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من بيكم قالاتوني بأخ لكم من بيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ حسبنا بالنسبة لعبد الكبير برك الله فيك عبد الكبير يقرأ برواية ورش من طريق الأصبهاني وهو آثر أن يصل من أبيكم ألا ليأتي بحكم الصلة ميم الجمع لكن الوقف هنا يعني من الوقف الكافي لقوله بعدها ألا ترون أني أو في الكيلة فلو وقفت ما في مانا حتى وإن كان هناك حكم من الأحكام أيضا في قوله وخير للمنزلين يعني قرب للنوم من الزي المنزلين هكذا برك الله فيك أيضا معنا اتصال من محمد محمد من السعودية اتفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا أخي الترون هذه معينة أو أنتم بشارك تقرأ بأي رواية بقرأ أنا ما نوارس برواية الصباح طيب اقرأ كما تحب من أي مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا في من ينجر تأسا شديدا بذلة ويبشر المؤمنين الذين يعمدون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كذين فيه أبدا وينجر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على ذالهم جز أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أحسن تاقي محمد لكن هنا ملحوظة فقط في قوله ويبشر المؤمنين ثم قلت الذين يعملون الصالحات الذين صلى لما قبلها هذا الذين العلماء يقولون لها اسم موصول فيصلة لما قبلها فلا يحسن أن تقف على المؤمنين ثم تقول الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون كلها مع بعض في نفس واحد وتابعنا في الحلقات القديمة إن شاء الله وتعالى أيضا معنا يوسف يوسف من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنَ بِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنْ يَأُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ أحسنت يا يوسف تلوى طيبة معنا أيضا اتصال من جنة تفضلي يا جنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لفتيتي وقال لفتياني اجعلوا وقال لفتيتيه اجعلوا بضاعتهم في الحال اليوم ورش ولا حفظ ورش طيب لفتيتيه فقال لفتيتيه اجعلوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مننا الكيل فأرسل معنا أخانا نجتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل يعني المد يعني يبغالوا شوية زيادة شوية مرة أخرى قال هلا منكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل فالله خير في الله وهو أرحم الله بارك الله فيك يا جني أحسنت بارك الله فيك معنا حمزة الفيومي نسمع حمزة بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تعون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنغاود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في غحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون حسبنا يا حمزة بارك الله فيك تلاوة طيبة يا حمزة البسملة بسم الله الرأى بسم الله الرأى فخم الرأى في الرحمن والرحيم في لفظ البسملة تلاوة طيبة بارك الله فيك ومعنا عبد الله تفضل يا عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ من قوله ولما فتحوا متاعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونبير أهلنا ونحقب أقالا ونزداد كيل بعير ذلك فيه يثير أحسنت يا عبد الله أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك معنا تصال من نواف فضل يا نواف السلام عليكم ومسلام ورحمة الله وبركاته اقرأ يا نواف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك أن نعبد وإياك نستعين إياك يا نواف يا نواف إياك نعبد نعبد مرة أخرى إياك نعبد وإياك نستعين نعم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم نعم غير مغضبين عليهم ولا ضالين بارك الله فيك يا نواف كم سنة عندك يا نواف عشرة عشرة لازم تصحح الفاتحة أحسن من كده يا نواف بارك الله فيك أيضا معنا مجد نسمع من مجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تكوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون ها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون نعم قوله تعالى فعرفهم ليس فعرفهم فعرفهم الفعل عارف ثلاثي عارف عرف زاد عليه الضمير والفا قبله فأقول فعرفهم وليس فعرفهم لأن هذا فيه اختلاص للحركة فعرفهم وريف من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اقرأ هو يقرأي قل أعوذ برب الناس ملك الناس سلاه الناس من سواء الوصوات الخناس الذي يوصوك في صدور الناس من الجنة والناس طيب يا وريف قل أعوذوا هذه قات على رواية ورشة صحيحة قل أعوذوا ها يعني في رواية حفص المشهورة عندنا قل أعوذوا قل أعوذوا قل أعوذوا عند ورش أي قل أعوذوا برك الله فيك أيضا معنا مشاركة من كوسني من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء يخوة يوسف فدقلوا عليه فأعرفهم وهم له منكرون وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنَ بِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنْ يَأُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون نعم رقق ورش كل راء وقبلها مسكنة نياء أو الكسر موصلة هنا خير ترقيق الراء لورش إلا إذا كنت تقرأ له من طريق الطيبة ففيها الخلاف أيضا معنا محمد الذهبي نسمع محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوفوا الكيل وألا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراعد عنه أباه وإنا لفاعلون نعم بارك الله فيك أخي محمد يعني ترقيق الراء يحتاج إلى مزيد في قوله منكرون وأيضا خيروا أيضا إخفاء النون عند الكاف منكرون منكرون هكذا يعني قرب النون من الكاف منكرون بارك الله فيك أيضا معنا مصطفى مصطفى ماهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من بيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون أيضا خيروا ترقيق الراء يا مصطفى وأيضا عندي كسر العين كسر العين كسرا تاما وملحوظة مهمة جدا وهي صف القراءة صف القراءة من صوت الغنة بعد الحروف عن الخيشوم بعد الحروف عن الخيشوم حتى تكون التلاوة صافية بارك الله فيك أيضا معنا محمد من مصر اسمع محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يأوف الكيل وأنا خير المنزلين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ألا ترون أن يأوف الكيل وأنا خير المنزلين وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون أحسنت أخي عبد المجيد تلاوة مجودة بارك الله فيك وبهذه التلاوة نصل إياكم إلى ختم هذه الحلقة نذكركم بأن مكرر حلقة الغد سيكون من الآية السابعة والستين إلى الآية الخامسة والسبعين من السورة وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكل أشكركم أيها الأحبة وشكر مصول إلى فريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا